تحياتي امتشرت قبل سنوات في مواقع التواصل الاجتماعي الصورة بيظهر فيها يوهاني كرويف يتحدث لبعض رجال الشرطة الإسبانية لما كان يلعن مع برشلونة وكان التوتر واضح على الطرفين هاي الصورة تحولت ربما عربيا لواحد من أكبر الخرافات لأنه كتب عليها صاحبها اللي نشرها أول واحد اعتقال يوهاني كرويف لأنه سجل هدفين في شباك ريال مدريد مما أغضب الجنرال فرانكو على كل حال المعلومة مش هيك لأنه وكالة قتل الصور واللي ما بيعرفوها فهي أكبر وكالة صور عالمية وعندها ما يقارب 100 مليون صورة في قاعدة بياناتها بتقول عن هذا الصورة اللي بتبيح حقوقها في مباراة برشلونة وملقة في ملعب الأخير والشرطة تقوم بإبعاد يوهاني كرويف لما يقال عن رفض قرار الحكم بطرده وفي النهاية فاز ملقة 3-2 صحيفة سبورت الكتالونية اللي معروفة بأنها مقريبة من نادي برشلونة نشرت تقرير عن الحكاية وقالت نفس الكلام اللي حكته وكالة قيتي وفي التفصيل في سبورت جاء حدث ذي الواقعة في 9 فبراير 1975 في الأسبوع 19 من الدور الأصباني وخلال الشوط الأول قام الحكم بطرد يوهاني كرويف لاعتراضه على هدف سجلوا ملقة وطالب بإلغاءه بداع التسلل كرويف طلب من الحكم يروح يشوف حكم الرأي لأنه كان قد رفع الرأي بداع التسلل بس الحكم أبلغه أنه التسلل كان على لاعب آخر واللي سجل الهدف لاعب غير متسلل ومع أسرار الطرفين على الموقف ذهب يوهاني كرويف بنفسه لحكم الرأي وحاول يعمل بلبل وضغط كبير من أجل إلغاء الهدف لكن حكم الساحة ما تحمله وقام بطرده مما زاد من غضب الهولندي رفض كرويف الخروج وحاول مسؤولون ملعب التدخل ومفوضي الاتحاد الإسباني لكن ما حصل شيء فالنجم يرفض الخروج تماما مما استدعى دخول الأمن المتواجد في الملعب لاستحابه لخارج الملعب وتم استكمال المباراة وفاز ملقة ثلاث اثنين علما أنه الهدف اللي أثار غضب كرويف كان هدف التقدم اثنين واحد طبعا كثير مهم الناس تعرف أنه تلك المباراة كانت في أواخر عصر فرانكو كان مريض جدا وكان بدأ يفقد السيطرة على إسبانيا اللي تحولت بعده للليبرالية والديموقراطية ولازم أوضح أنه قانونيا الحكم بالعادة له حق يطلب الأمن في حال لاعب رفض يرحل بعد طرده لأنه ممكن يعتبره تحت بند الجسم الغريب أو تحت بند الجزء الغريب في الملعب بس هالشي ما بصير حاليا في كرة القدم الجميع بتجنب بيدخل الأمن واللي بروحوله دائما أنهم بيعطوا فرصة لإقناع اللاعب ولو ما قدروا يطلعوا زملائه ومدربه وفريقه بعد ربع ساعة من هذا الموضوع بوقف المباراة وبعدين بيعلن إلغاءها وبحسم الأمور من قبل الاتحاد اللي على الأغلب بتكون دائما تخسير فريقه المباراة وإيقاف طويل الأمد وغرامات مالية كبيرة عشان هيك الحكام بتجنبه يدخلوا الأمن لأنه يصبح الشكل مش جيد للبطولة اللي بدخل فيها أمن يسحب لاعب من الملعب بروحوا لقرار أنه يودوا القرار لاتحاد الكرة اللي بعاقب دائما بشدة وبضمن أنه ما حدا يكررها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر